اهلا ومرحبا بكم مع اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف في واحد متابع ملقب باسم المجهول سأل سؤال كيف يحصل على الاصوات القديمة السيندسايزر والبيونهات القديمة اللي كانت فيه الموديلات القديمة اللي هي الاس سبعمية وخمسين والاس سبعمية والاس تسعمية وعشرة طبعا اليامها في موديل السبعمية والاي فايف تاوزنت وتسعمية ما حطتهم في المجموعات حطتهم في مكان مخفي ويسمونهم الهيدن فويس الاصوات المخفية كيف طبعا الاول نبدأ نحن عشان نبين للاخ المجهول والمتابعين انت لو تيجي تضغط عليه مجموعة هني مثلا سيندسايزر تيجي هني عند السهم تضع معاك بيجين بيج وان وبيج تو كل هالمجموعات اللي موجودة لكن لما تضغط على بيج تو فيه ليجي سي الليجي سي طبعا كلكم موجودة جدامكم شوف موجودة مجموعات ثانية بعد تتكون من بيانو وسترينجزات ودرام كيت وكل شيء يعني مجموعة ثانية غير عن اللي موجودة هني طيب لاحظوا معي ليلى الليجي سي وميغا فويس الحين راح نشوف الطريقة اللي هي كيف نحنا نتوصل الى المجموعة الثانية اللي يقصدها الاخ المجهول ومع الطريقة الطريقة هي انك تيجي عند منيو وتختار منيو رقم 2 وتروح عند ملتيباد كرياتر كأنك بتعمل تسجيل جديد للملتيباد لا تختار الاوديو اختار الميدي الاوديو ما راح تطلع الاصوات معاك اختار الميدي تفتح معاك الصفحة هاي ما تعمل اي شيء ما تعمل اي شيء من تفتح معاك الصفحة هاي كل اللي عليك تعمل انك تروح عند اي مجموعة من هالمجموعات مثلا اختار السينث سايزر تختار المجموعة تضغط عليها ترجح هنا تفتح لك هذه الصفحة ما تختار أي شيء تروح على السهم السهم يعطيك المجموعات اللي موجودة بيج 2 لاحظ طلعوا معاك الأصوات القديمة من قبل شوي لغاية وميجا فويس طلعوا معاك اللي هي طبعا لو تختارهم باختار مثلا من فئة باختار مثلا هيا الأصوات القديمة بس لاحظ معاك أن ما تروم تستخدمهم ولا تروم تسيفهم في ولاحظ معاك فوق ما عندك اللي هو الفايل والكوبي أنك تقدر تنقلهم إلى مكان ثاني مفهوم كيف العملية الحين راح أقول لك كيف تنقلهم برع عشان تقدر تستخدمهم كاستخدام عادي اخترت الصوت من تختار الصوت على طول تيجي عند كلمة exit ما تعمل أي شيء تعمل exit يرجعك على الصفحة اللي هي ما لتسجيل ولا تعمل أي شيء كذلك تضغط مرة ثانية على كلمة exit وتطلع لك صفحة كذلك exit لغاية ما تطلع برع نهائيا بس الصوت ما زال موجود تيجي على right one وتضغط على الصوت فتحت معاك الأصوات المجموعة اللي انت فيها اللي اخترت فيها الصوت ولاحظ معاي فوق طلع لك كلمة file انت تقدر انك انت الحين تعمل لهم copy وتسيفهم في اليوزر اللي موجود في الذاكرة الداخلية للkeyboard طيب طلعت هذا كلمة file تروح نتفايل سوري تروح نتكلمة file تعمل copy لاحظ معاي copy عقب select all شوف كل الأربع بيشات باللون الأبيض انك انت تقدر تعمل لهم copy طيب مجرد ما تعمل select all من تضغط كلمة copy على طول الكيبورد لوحد يحولك على اليوزر يعني انت احين تقدر تخزنهم في اليوزر تقدر تعمل لهم فايل لوحدك تسميهم synthesizer أو تسميهم الأصوات القديمة أو تقدر تحملهم كمجموعة أنا بفرشهم لح أعمل نيو فايل وراح أسميه مثلا saynth 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 أوكي شوف الفايل هني تفتح تروح تسوي copy here شوف تسيفت معاك لاحظوا حين لما طلع معاك بالسهم شوف مجموعة saynth موجودة هني معاك برع في اليوزر طبعا تطلع بعدين مجرد ما تطلع تقدر تستخدمهم تسوف تيجي هني تختارهم في اليوزر تروح اليوزر saynth تختار الصوت اللي تبغيد وفتح معاك والجميل انه كنت تقدر تسيفه في registration memory يشتغل معاك اختار صوت ثاني مثلا لو اروح بعد السيفة في رقم اثنين لاحظوا الحين والجميل انه كنت تقدر تسيفهم في registration memory كأن تستخدمهم كأنهم باقة من الباقات العادية اللي جاية من ضمن المجموعة اللي فيه الكيبورد انا عارف انه هي عملية متعبة ولكن هذه الطريقة الوحيدة انك تروح وتنقل وتسيفهم لكن هي مرة وحدة راح تعملها وبعدين ان شاء الله راح تستخدمهم استخدام عادي في الصلوهات في تسجيل الليقاعات في كل شيء اتمنى ان الفيديو هذا يفيد الاخ المجهول ويفيد كل المتابعين الجميلين والى اللقاء مع معلومة ثانية